السلام عليكم النهاردة تدابير منزلية ولكن حلوة جدا جدا مفيدة وهتوفر وقتك وكمان فلوسك ومجهودك افكار برا الصندوق يلا بينا سريعا نبدأ باول فكرة الاقلدور بتحطيه بالطريقة العادية جدا جدا اي مناكير عندك اي لون اعتمد ايه الطريقة دي نستعجل او اركمش ورقة وعايزة حتى تناشفه بسرعة يبا هتجيبك وباي وتثبيتي فيها شمعة وتدقي ان انت تحطي ايدك بعد 5 دقيق بالزبط من الشمعة وتسيبيها لمدة 30 ثانية بالزبط وبالطريقة دي الاقلدور هينشف بطريقة سحرية ويمكن كمان من اول 10 ثواني زي ما انا عملت في الفيديو بالزبط بصي ما بيطلعش خالص وفعلا فعلا دي احلى طريقة انا جربتها كمان احلى من الاستشوار لان الاستشوار بيبقى سوخني او حتى بارد اوي لكن الطريقة بتاعت الشمعة دي فعلا اعتمديها فهتنفع جدا طيب حطيتي اقلدور او مناكير وعايزة تشيلي او ما عندكش مثلا اسيتون على طول هاتي البرفين اللي عندك او حتى الاسبري اي حاجة فيك حل حطي عليه مش هقولك سيبيه ثانية او اثنين لا من اول اصلا ما تحطيه نسحب اي حتة قماشة عندك حرفيا هيتشال يمكن كمان هيشيله خالص اقوى من الاستون اما التدبيرة دي حلوة اوه شوية نصيح بقى السريع ياريت لما تشتري الهند فري تشتري او تكوني نصحة شوية وتشتري اللي هي فيها الجراب ده حلوة جدا على فكرة وهيفيدك خصوصا لو بتخرج كتير فكده هتقدر ان انت تحافظي على الهند فري جوا الجراب ده بكل السهولة بحاول اوضح شكل الجراب احتمال كمان تلاقيه بيتباع في اي محل موبايلات مثلا فهيبقى موجود اكيد طيب لو ما فيش امكانية ان انت تجيبي الجراب ده او حتى ان ان انت تجيبي هند فري فيها الجراب ده تعالى ما اقولك تعملي ايه وازاي تحافظي على الهند فري بطريقة اقمان اقوى من الجراب واسهل من ان انت تعود تليفي حوالين الجراب لكن انا عن نفسه عشان ما باستغناش على الهند فري سواء وانا خرجة او حتى وانا في البيت فانا معتمد جدا الجراب ده وانا خرجة علشان بس ما ايه ما تتبهدلش من اي حاجة في الشنطة ولكن طول ما انا في البيت تعالى ما اقولك الطريقة الموقزة بتاعتي اللي ما اقدرش برضو استغنعا اكيد وحنا في البيت بنطبخ بالروأ مستعجلين هنرمي الهند فري مش عايزينها تتلقفن هاتي شالمو ولكن ما تحطهاش بالطريقة دي هتيجي عند الحتة اللي هي فيها اعوجاك شوية او كسرات وتبدأ ان انت تقسم الهند فري هتاخد الجزء المستقيم وهتبدأ ان انت تدخل الهند فري هتدخل طبعا الهند فري بكل سهولة بالطريقة دي حاول بقى ان انت تتوصل الشالمو لحد الجزء ده اللي هو قبل المايك اللي بنتكلم فيه تمام؟ ما تلب فيش الهند فري وما تعتمديش الطريقة دي على اي حاجة ولكن هتبقى الجزء اللي هو فيه الكسرات لما تخلصي استعمال الهند فري وحطيه بالطريقة دي علشان الكسرات دي هتنع ان البن بتاع الهند فري يطلع اصلا برا لان طبعا هتكون دايقة بكده انت لما تخلصي استعمال الهند فري حطيها في اي مكان في الدرجة في الدولاب عالكوميديون وفي اي حتة ودموني ان هي مستحيل هتتلخفن لانك انت افلى اول جزء بيش المو افلى الجزء اللي هو في الويست فهو طبيعي ان ما هيش هيبقى فيه اي لخفنة خالص في الهند فري ودي اسهل طريقة من وجهة نظري لو انت بتستعمالها في البيت استعمالها على طول في الطريقة دي وخلي الجزء اللي في النص ده بتاع الشر مو موجود فيها باستمرار لو انت طبعا بتستعمالها داخل البيت حلوة جدا جدا وهتوفر عليك اصلا انت تعود تلخف فيها بعد كل استعمال لانها مستحيل تتلخفن بعد الطريقة دي سهلة جدا 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 اعتمدها لشان هتعجبك بازن الله اما التدبيرات بقى اللي جاية فهي مهمة جدا 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 يروينا بسرعة علشان في التدبير دي من اهم التدبير في ايام الشيطة بالاخص هاتي الشمعة وسبتيها جوة الكوباية ويريد تكون الكوباية اكبر مشوية من الشمعة طيب ليه اسراء هقولك لان الكوباية هتعكس الاضاءة بتاعت الشمعة الشمعة اللي هو الحرارة بتاعتها مش عالية اوي فمش هتطرش الكوباية ولا حاجة اصلا الكوباية احنا بالحطفة مية سخنة وتستحمل المهم املي ربع كوباية بالمية البردة علشان احنا ايام الشتاء النور بيروح كتير جدا وكده تضمن ان انت تعادي وانت مرتاحة وتضمن ان الشمعة مش هتقع هنا ولا هنا ولا يحصل بعد اي شر بعد الشر اي حرارة كمان تقدر يتنامو هي جوة الكوباية علشان انت عارفة ان هي لما توصل للمية هتفصل كل سهولة البرطمان عدد شرية برطمان صلصة برطمان مربى مش هتفتحة بالطريقة التقليدية لان صعب جدا نفتحه بادينا هتجيب معلقة تكون حرفار فايع شوية وهتيجي عند التكات اللي هي السنون بتاعة الغطة هوضح حالك هتضغطي بس بالمعلقة ضغطة الغطة هيطلع بكل سهولة من غير بقى ما تتعبي نفسك ولا اي حاجة خلص طريقة سهلة جدا 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 اعتمدها اما بالنسبة للفيديو ده فبيرجعنا لقيم الزكريات ولكن فعلا هو حلو جدا 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 وبرضو بتعدي في امان هتجيب السفنديا وتبدأ ان انت تشيل الجزء اللي فوق على شكل دايرة هتدخلي المعلقة كده بالحروف علشان تفصيل القشرة عن السفندي هتبدأي برضو بالمعلقة ان انت تشيل كان فص من السفندي وبعد كده كله هينزل بكل سهولة بالطريقة دي هتبدأي بقى ان انت تفضي خالص القشرة بتاع السفندي من السفندي هتبقى الشمعة ونلاعي فيها لما النور يروح حتها جوة السفنديا بالطريقة دي لو عندك شوية فانيليا كمان حطيهم واللعي بقى والطوميني خالص دي كأنها بجورة اصلا وفي نفس الوقت هتطلع لك ريحة حلوة جدا جدا وهتبني ان اصلا دي عريضة فمش هتقع على رخامة او هتقع على اي اسطح انت حطها وبكده لقد الله انت حميت نفسك من اي حرائق اعتمدها